تقول منظمة الصحة العالمية إن ثمت أدلة متزايدة على احتمال انتقال فيروس قاتل جديد يسمى كورونا بين البشر عن طريق الاتصال المباشر. حتى الآن قتل هذا الفيروس أكثر من ثمانية عشر شخصاً في السعودية وأوروبا، وهو ما دعا منظمة الصحة العالمية إلى إرسال وفد رفيع المستوى إلى المملكة. ما يشغل بلنا أكثر من أي شيء آخر هو أن المجموعات المختلفة التي رصدناها في بلدان عدة تؤيد أكثر فأكثر الفرضية التي تذهب إلى أنه عندما يحدث اتصار مباشر بين شخصين يمكن للفيروس الجديد أن ينتقل بينهما. السلطات السعودية تقول إن الفيروس قتل حتى الآن تسع حالات من إجمالي خمس عشرة حالة إصابة مؤكدة من بينهم حسين الشيخ الذي راح والده ضحية لهذا الفيروس قبل أن ينقل العدوى لأفراد العائلة. بعد أن مات والدي شعرت بمرض شديد وتم نقل للعناية المركزة وبعدها مرض أخي ونقل للعناية المركزة أيضاً فكنه يتحسن. ثم تبعته أختي التي ذهبت للمستشفى وتلقت هناك العلاج. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى وجود أربع وثلاثين حالة في أنحاء العالم من بينها حالة في بريطانيا وفرنسا. وينتمي فيروس كورونا إلى العائلة ذاتها التي تسبب مرض الالتهاب الرئوي الحاد سارس والذي انتقل في مناطق مختلفة من العالم في أعقاب ظهوره لأول مرة في أسيا في أواخر عام 2003. وأدى إلى وفاة 775 شخصاً.